عقدت وزارة الموارد المائية والرية اجتماعاً لاستعراض موقف الاعداد لعقد اسبوع القاهرة الخامس للمياه كجزء رئيسي من مؤتمر المناخ كوب 27 المزمع عقده في شهر نوفمبر من العام الجاري وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى أهمية هذا الحدث باعتباره فرصة زهبية لعرض تحديات القارة الصمراء في مجال المياه مؤكدة أهمية أن تحظى تلك التحديات باهتمام دولي وخاصة في دول إفريقية مع توفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات حيث تعد المياه هي العنصر الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية